20 مليار دولار قيمة احتياط الذهب في البنك المركزي بعدما كان يقدر بحوالي 18 مليار دولار وذلك بسبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا ولكن كثرت التساؤلات حول ما إذا كان تعثر الدولة اللبنانية عن دفع مستحقاتها باليوروبونز يهدد هذه الكميات من الذهب وتصبح قابلة للحجز من قبل الدول الخارجية ما فيك بالمبدأ تحجز على الذهب الذي يعود للمصرف المركزي يعتبر المصرف المركزي خارج هالأموال هاللي فيك تحجز عليك يعني إذا أخذت حكم على الدولة اللبنانية هالحكم بالمبدأ حسب المادة 21 المعطوفة على المادة 19 من هالمعاهدة ما فيك تقدر تنفذ على المجلس المركزي وبالتالي على الذهب هاللي بعود للمجلس المركزي في لبنان البنك المركزي يتمتع بشخصية معنوية قانونية مستقلة عن الدولة فلهذا السبب لا يمكن للدول أن تمس بحتياطه ولكن بحسب القانون والمعاهدات الدولية من الممكن للدول أن تنفذ الحجز على أملاك الدولة اللبنانية في حال استمرت بالتخلف عن سداد ديونها المشكلة مع الدولة اللبنانية أنه ما عنده كثير أهم لك بالخارج شفت كيف؟ وبالتالي أنا بتصور أنه يمكن هيدا أحد الأسباب هاللي خلى حملت اليورو بونز هاللي هنه مؤسسات دولية بشكل عام تتريس حتى تنفذ وحتى تلاحق وحتى تنفذ اليورو بونز الصادرة عن الدولة اللبنانية بحسب شامعون خاضعة لقانون نيويورك علما أن الولايات المتحدة لم تنضم إلى معاهدة الأمم المتحدة حول الحصنات إلا أن القضاء الأمريكي يطبق تقريبا القواعد نفسها وبالتالي يبقى الحجز على الذهب اللبناني صعبا